إلى شانية ديبلوماسي حيث قررت وزارة شؤون الخارجية استدعاء سفير الجزائر بجمهورية كوديفور لتشاور عقب تصريحات مبطنة للوزير الإفواري للاندماج الإفريقي والإفواريين بالخارج إثر فتح هذا البلد لقنصلية مزعومة في مدينة العيون المحتلة في الصحراء الغربية تضاربا بذلك عرض الحائطة الالتزام الجماعي للبلدان الإفريقية المؤسسة للاتحاد الإفريقي القاضي بالتمسك بمبادئ المنظمة والعمل على تحقيق الأهداف المكرسة في العقد التأسيسي حسب ما أفاد به بيان ليا الوزراء